إيه الخبر الثاني العجبني؟ الخبر الثاني العجبني متعلق بمنتخب مصر وبخطوة أعتقد أنها بداية مباشرة الخطوة دي بتقول أنه كابتن حسام حسن هيكتمع مع روجيرو ميكالي ومع كابتن واي الرياض مستر روجيرو ميكالي مدير الفني للمنتخب الأولمبي وكابتن واي الرياض المدير الفني لمنتخب الشباب عشان يكون فيه تنصيق بينهم في ما هو قادم أنا دايماً براهن وكنت بقول أنه لو إحنا عنينا على كاس العالم 26 أعتقد أنه إحنا مفروض نكون بنفتح باب جديد لأسماء كتير تخش فيه قوام المنتخب الأول أنا رهاني على كده الجيل الحالي طبعاً ليه كل التأدير والإحترام بس لما بتتكلم على مشورة تصفيات بتكلم على البطولة نفسها وفيه من اللعيبة الجيل الحالي طبعاً اللي مش ممكن تستغنى عنهم بحكم أنه ليهم خبرات بحكم أنه مستواهم سابت بحكم أنه مردودهم مع المنتخب يعني بيمثل إضافة أنا ما بقولش أنه شكراً منتخب مصر اللي كان فيه لعيبة كتيرة جداً قدمت حتى وإحنا كنا وحشين حتى والمنتخب ما حاش نتاج فيه لعيبة قدمت كل ما عندها وتستحق طبعاً شرف تمثيل منتخب مصر لكن أنا بشوف أنه منتخب مصر محتاج يدخل على مرحلة تجديد الدماء وأعتقد أنه الاتماء اللي هيتم بين حسام حسن ميكالي وواء الرياض أعتقد يكون بداية مبشرة جداً إن شاء الله للتنصيق فيما هو قادم وخصوصاً أنه فيه معسكرين معسكر منتخب أولمبي معسكر منتخب أول عشان يعني كل من المنتخبين هيخد دوراته ده في الفترة المقبلة عندنا أولمبياد باريس ما ننساش لمنتخبنا الأولمبي في شهر 7 اللي جاي نتمنى له كل التوفيق فبالتالي مرحلة مهمة جداً وإنت بتتكلم على بنا منتخب وطني جديد وإنت بتتكلم على فرصة منتخب مصر مش في الصعود مش في الصعود بأكد مش في الصعود لكاس العالم لا أننا تروح كاس العالم نعمل حاجة جديدة بقى يعني فكرة أننا نفضل ملخصين هدف منتخبنا الأول في أن يوصل كاس العالم قصة بقى ودهت انت بتتكلم نهاردة على عشر منتخبات في أفريقيا هتوصل كاس العالم فيعني من العار أن حد يكلمني أنه المنتخب المصري ما يكونش موجود في أمريكا والمكسيك وكندا